عندما نمرت يوصينا الأطباء والأمها طبعا بأن نأكل ونتغذى ونشرب كثيرا من السوائل والعصار الكلام أكيد صحيح لكن في أغذية ما بجوز نتناونا عندما نأخذ أدوية معينة ربما يكون تأثير سلبي على صحتنا ويوصى من الأطباء بعدم استهلاكها حتى انتهاء الدواء ونحن نتعرف عليها من خلال المادة وبعدها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معلومات أكثر مع ضيفتنا بيان حبوي اختصاص التغذية علاجية صباح خير صباح خير شفنا بعض المأكلات والمشروبات أيضا اللي ما لازم نناولها مع الغذاء إذا ممكن نحكي تفاصيل أكثر وشو تأثيرها بيكون على الدواء تمام نحن عم نركز إذا كان في شخص عنده حالة مرضية ومضطر يأخذ الدواء معنا نحكي عن شخص ما بيعاني من مشكلة مرضية وماله عم يأخذ أدوية أدوية مثال عصير الجريب فروتيلي هو المثال الأشهر بموضوع تداخل الغذاء الدوائي لأنه في عليه مخاطر شديدة في حال تمدمجه مع الأدوية اللي بتأثر فيها من هاي الأدوية مثال الأدوية الخافضة للكوليسترول إذا تناولنا عصير الجريب فروت طبعا بجرعات معينة نحن 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 عن حبة جريب فروت نحن 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 عن العصير المركز للجريب فروت فبيخلي الأدوية الدواء الخافض الكوليسترول يشتغل سلبا بساهم بيرفع الكوليسترول في حال تناولنا الجريب فروت كمان الأدوية المهمة اللي بتتفاعل مع عصير الجريب فروت اللي هو أدوية خافضة للضغط لحي ساهم بتنزيل الضغط أكتر هذا ممكن يسبب الغيبوبة أو يعمل مشاكل متعلقة بعدم انتظام ضربات القلب من الأدوية الثانية التي بعض الناس تغفلها هي الأدوية المنظمة لعمل الغدد الدرقية ومصادر الكاليسيوم وقت اللي تنوصف الأدوية تبع دواء الغدد الدرقية المنشرة لعمل الغدد الدرقية بتم تجنب تناول الأكلات التي تحتوي على مصادر الكاليسيوم العالية مثل بذور السمسم والحليب ومشتقاته قبل الدواء بساعتين وبعد الدواء أيضا بساعتين كمان من الأدوية المهمة أو حقا لنا نقول المكملات الغذائية التي تأثر سلبا على الأدوية هو الكروميوم الذي يساهم بزيادة مفعول الأدوية الخافضة للسكر لكن في حال كان الشخص عم بيركز على أكلات اللي يعني أنا مثلا مريضة السكر وعم بأخذ المتفورمن منظم السكر وسمعت أن الكروميوم بساهم بتحسين هذه الحالة فرح أخذت المكمل وركزت على الأكلات الورقيات الخضراء الداكنة صفار البيض بوجباتي فهذا رح يخلي السكر ينخفض أكتر وبالتالي يسبب لي مشاكل صحيح بذكرت القريب فروت هل فقط هذه الفاكهة أم كل الحمضيات بتأثير إجمالا هي الحمضيات نارنجيات البرتقال عصير الليمون لكن أكثرها هو القريب فروت لأنه تأثيره مباشر على الأدوية على الأنذيما برأيي أنه المفروض أي حدا معه كما ذكرت يضغط أو بيأخذ دواء كوليسترول أو حتى غده يمتنعي ممكن الأفضل الغده لمصادر الكاليسيوم أما العصائر الحامضية هو أساسا الطبيب أو حتى المعالج أو المتخصص الغذائي المسؤول على المريض مسؤول أنه ينبهه أنه إذا أنت عم تأخذ هذه الأكلات أنت ممنوع عنها بيصير مثلا قبل تناول الدواء بساعة مثلا إذا شربنا بساعتين لازم ساعتين قبل وساعتين بعد نمتنع عن الأكلات التي تتعارض مع استقلاب الدواء سواء بالمعدة أو بالكبد كثير عم نشوف في أشخاص لحالهم يوصفوا بيتامينات ويأخذوا حديد مع بيتامين آخر وممكن أربع أو خمس بيتامينات هل لما منأخذ الفيتامينات بنفس الوقت ممكن أنه يخفف من أداءها الوظيفة على أشتادنا صحيح هل هو ممكن يخفف أو ممكن يزيد يوصلها لحالة السمية دمج بعض الأدوية مثلا ذكرتي دواء الحديد لحديد بعض الأشخاص أو التوصيات بتقول أنه لازم ناخده مع مصادر فيتامين سي لنعزز امتصاصه لكن الحديد بحد ذاته كمكمل غذائي بيرفع من حموضة المعدة فإذا أنا أخذته مع جرعات عالية من فيتامين سي مثل مثلا عصير البرتقال أو الجريب فروت أو الحمضيات أو إذا أخذته مع فوار فيتامين سي رح يرفع لي حموضة المعدة لأنه البيتامين سي أصلا بيرفعها والحديد أيضا بيرفعه فممكن يسبب لي قرحة معدية أو آلام في المعدة تتمثل بالغثيان الإعياء والقياء فأي دمج المالتي فيتامينز حتى وقت اللي بنقرأها الحبوب اللي تجي بشكل حبة واحدة بتكون المكملات اللي بتتداخل موجودة بجرعات قليلة فمن غير الصحيح أني أنا أخذ دواء وعزز المكمل من مصادر أخرى يعني ما نصنح حبة حديد مع فوار فيتامين سي هذا أذية كبيرة في ناس كتير بتأخذ مثلا لما بدون يأخذوا فيتامينات بتأخذ مثلا فيتامين دال وفيتامين سي مثلا وبي كومليكس بيأخذون كلهم دفع واحدة بيشربوا باية هلأ مثل ما؟ هلأ الدال والسي ما بيأثروا على بعضهم لكن مثال الطريقة الأصح مثلا إذا نحكي عن فيتامين دال ده ناخده أنه ناخده مع مصادر الأكل الدسيمي لأنه فيتامين دال هو من الفيتامينات الذوابة بالدهن يعني جسمي غير قادر على امتصاصه والاستفادة منه إذا ما كان في وسط دهني فبعد مثلا تناول البيض الزيوت المكسرات والوذور مثل بذور التشية وغيرها في فائدة أعلى من فيتامين دال وقت اللي بأخده أيضا وقت اللي بدي أخده للفيتامين دال كمكمل غذائي بدي ينتبه للمعادن الأخرى اللي بتأثر على امتصاصه من الأمعاء الدقيقة مثل الكاليسيوم لهيك منشوف بالأشكال السيدلانية للفيتامين دال منلاقي الدال مع الكاليسيوم لأنه بيعززوا امتصاصه بتوافقوا مع بعض تيرم يعني من إمهاتنا بس نرضى ابنة كل موز أو شراب لبن حتى هذا لكن في دراسات بتقول أنه تناول موز مع بعض الأدوية ممكن يأثر عليها بشكل سلبي أو حتى اللبع العيران تمام الآن نحن نعرف عن موضوع الحالة السمية اللي يمكن مصر الموز بيحتوي على بروتينات بتعزز حالة الحساسية أو هضمها صعب سكريات هضمها صعب فوقت اللي بندمجها نحن مع مصالر غذائية أخرى أصدر هضمها صعب مثل اللاكتوز مثلا الموجود بالحليب هذا بيضاعف المناعة وبيزيد الأنسجة المخاطية فالأشخاص مثلا يلي في عندهم نزلات برد خاصة نحن هلأ بيجو أغلب و الأغلب عم يبرود نتجنب هاي الأكلات بسبب الكازيين الموجودة بروتينات موجودة بالحليب ووقت اللي بندمج مع مصادر أكل تانية مثل السوربيتول مثلا الموجودة بالموز أو مثلا مادة اللاكتوز سكر الحليب الطبيعي يلي من شأنه أنه يزيد إفراز الأنسجة المخاطية بالجسم فإذا الشخص مريض وعنده مثلا حالة بلغم فأنا عم زود له الحالة سوء ما عم حسن له غالبا في ناس كتير يعني هي وعما تاخد دواء تغفل عن موضوع البحث على عوارض هذه الأدوية الأكلات اللي ممكن تعارض أفعولها كيف ممكن يعرفوا مثلا خاصة اللي بياخدوا أدوية بشكل منتظم صحيح أهمها مثلا أدوية الخافضة للسكر مثلا الأشخاص مثلا مقاومة لأنسوين هلأ مرض شائع جدا وعن نشوفه عند الكل فالاستمرار بتناول الأدوية مثلا مثلا مثل الميتفورمن أو القليكوفاج بيأثر على امتصاص الـ B12 فبصير بيطلع عنا مع الوقت الطويل فقر دم هاي حقيقة مهمة بالدرجة الأولى تقع على مسؤولية الصيدلاني الصيدلاني وقت يصرف الراشية لازم ينبه المريض أن هذا الدواء بدأك تنتبه من 1-2-3 وبترجع بعدين كمان يقول الشخص حكيم نفسه إذا أنا عم باخد دواء لواء الطويل فلازم أعرف أنه الدواء اللي أنه هلأ عايش معه شو تبيعاته الإيجابية والسلبية على صحتي فطبعا نازم يبحث عنه يستشير الطبيب المتخصص الصيدلاني وأي معالج تاني عم ما بيشتغل معه منه ذا كثير جلوفاج سريعا هل فعلا يعني هو بيعالج مقاومة الأنسلون وأخذه بشكل مستمر ومنتظم ممكن أيضا يخفف من السمنة من أعراضه الجانبية أنه بيساهم بتنزيل الوزن لكن هو نفسه كدواء إذا تاخد بهدف تنزيل الوزن والشخص ما عنده مقاومة الأنسلون فرح يساهم بزيادة الوزن وليس العكس شكرا لك على كل هذه المعلومات بيان حموي اختصاصي تغذية علاجين هارك سعيد شكرا لك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر